أنا أكثر من الوادي الثانية بتعرضة في أوروبا مش في الوادي كمان يعني في مصر يعني ممكن جاء الأسعار الخيلية اللي نتكلم فيها طبعا وأنت عيشت دا يا حب أنا أتكلم كانت أعزو الله حضرك حاجة برضك من نسبة العقود من رأس في كلام العقود إحنا عادينا ما كنا بنلعب سنة 2005-2006 حرف ده الجيل من أول كابتناني عار ده الجيل الدهبي اللي هو موجود في النهاية اللي قالي اللي هو أخذ البطولات كلها مع مسترمان والجزين فكان عقد أكثر لعيب كابتناني 50 ألف جنيه فإحنا مش بنتكلم في المادة إحنا بنتكلم الانتماء والحب الفانيلا إحنا كنا بنلعب بلاش بس بتلعب الناد الأهلي إحنا كنا ممكن منسافر 18 ساعة جنوب أفريقيا أو حاجة أو تنرزيت أو أي حاجة بس مننزل في الملعب بموت نفسينا عشان الناد الأهلي وده حصل سنة 2001 لما جدنا كاس أفريقيا وإحنا عمرنا 17 سنة كنا جايين من كاس العالم كامس 8 جزيبيا من الفريق كانت معنا الكابتن هدي خشبة سيح ملعرف خلينا نتكلم برده بكل وقاية ممكن الناس اللي بتسمعنا برده تقول ده كان أيام زمان وما كانش فيه فلوس لكن خلينا حتى دلوقتي خلينا نتكلم بكل وقاية حتى دلوقتي إن النادي الأهلي بيأمن لعيبته بشكل كويس بحجم أنا بتكلم كلما أنا بحجم وقيمة الدور المصري لا دي أرقام كبيرة وأرقام محترمة جدا إن النادي الأهلي يعرض الأرقام دي على اللعيبة بتاعته عشان يجدد معامل عقود أنا في اعتقاد النادي الأهلي بيقدم حاجة كبيرة جدا أكيد بتلاقي باسم النادي الأهلي لكن كمان ومش موجودة في أي نادي ممكن أنديها تانية على مستوى التسويق تدفع أكتر لكن هي الحتة اللي بنتكلم عليها هو الفرقات اللي أنت بتتكلم عليها دي هتساوي تاريخ النادي الأهلي هي الفرقات اللي بتتكلم عليها دي هتساوي انتمائك للنادي الأهلي وخلي بالك أنا دايما عندي ما أقول أنت يعني ربنا يزيد الجميع بس أنت عندك 10 مليون أو عندك 20 مليون يعني الموضوع مش موضوع فلوس يا جماعة الموضوع أنك فعلا حابب الكيان ولا لا منتمي للكيان ولا لا غير كده كأتن كمان حضراك الفلوس هتيجي فلوس كده كده هاجي ديك بس التاريخ مش بجيجي تاني الطاريخ ما بيجيش تاني التاريخ ما بيجيش تاني بيقول مثلا كأتن هاني رمزي ده كأم من نادي لأهلي واكتر عصفير كان ابو مسلم كان في فرنسا فالتاريخ ما بتقررش تاني فأنت عندك حق لازم تقارن تاريخ كبير بالفلوس. الفلوس سأجي لك. أنا مثلاً وما شاء الله نجد أن نتكلم. اللعيبة الآن العسارة الخائلية. فأنت لو لديت تفق أي نال تاني عشر وعشرين مليون. لكن من ستأخذ مع بطولات؟ من ستأخذ أرضية جماهرية؟ من نمرة واحد؟ فأنت لازم أن تتكلم. وفي نقطة كابتن بردك أنا أتكلم فيها. الثقافة ودماغ اللعيب طبعا. فيه لعيبة تطلع تتكلم تمسح تاريخها كله. وفيه لعيب عنده الثقافة يقدر يتعامل مع الإعلام إزاي؟ ودي حاجة حط تحتها متخطي. أنا مثلاً كنت في أوروبا وكانوا يعلموني. أتكلم في المؤتمر الصحفي إزاي؟ حضرك عارفك. فده اللي بنتكلم فيه. اللي هي الثقافة اللعيب نفسه والتربية بتاعته دماغه إزاي؟ ممكن أخذ قرار أندر حياتي كلها. وفيه قرار تاني اللي أقدر أتكلم بشكل كويس واختار بشكل مميز. وده اللي بيعملوه أي لعيب بره في أوروبا الاختلاف في دماغه خلص الماتش. حياته الطبيعية بره ملعب عادي جداً. ولم يجي الماتش بكرة بيركز في الحياة. هم عندهم برفشنا المحترفين. نتكلم على حياة الاحتراف بالتفصيل إن شاء الله. نقول احترافة كابتناني بس احتراف على الورق. نتكلم على أسعار وقت 30 مليون و40 مليون في السنة الموضوع. خليني نتكلم عليك عن فترة جزيه وكانت الحقيقة فترة مستقبلة.